طيب هنروح لاتحاد آخر وهو اتحاد الشيش سلاح الشيش اتحاد السلاح اللي كان طبعا الاستاذ عبنعم الحسين ضفنا كان من شرفنا في الستوديو من احد انجح الاتحادات الحقيقة اللي شغال على الساحة دلوقتي خالص ومش بس كده عمل انجازات كبيرة في توكيو خامس اولمبيات توكيو وتامن فرق في توكيو وايضا على مستوى البطلات العالم حاجة جميلة جدا وصدرت التصنيف العالمي للشباب منتخب مصر يحرز المركز السادس بكأس العالم لسلاح الشيش منتخبنا الوطني الاول للرجال لسلاح الشيش حقق المركز السادس في بطولة كأس العالم واللي تلعبت عصالة الرئاسية باستاذ القاهرة الدولي في الفترة من 25-27 وكان ضفنا الاستاذ عبنعم الحسيني قبل البطولة بيومين 3 المنتخب حقق المركز ده بعد اخسارته من منتخب فرنسا 45-38 يعني كان جميل جدا في مباراة احديدان المركز الخامس والسادس يعني فرنسا في المركز الخامس منتخبنا كان بدأ البطولة بالفوز على كندا 45-44 في دور الستاشر وبعد ذلك خسرنا من امريكا من نتيجة 45-22 الاورو عما خدمت ناشر وامريكا هي البطل الاورو عما خدمت ناشر لو كنا مقابلناش امريكا في دور الثمانية كان زماننا مش بعيد نكون في الفاينال عشان نلعب من خمس للتامن ومنتخبنا كسب منتخب هونج كونج وبعد كده لعب على الخامس والسادس وخسرنا من فرنسا في كلوس جيم 45-38 مبروك منتخبنا منتخبنا بيمثلوا اربع لعيبة علاء ابو القاسم محمد ماهر حمزة محمد حسن محمد عصام والحقيقة اللي اثر على نتاج المنتخب ان منتخبات الشباب فيه لعيبة لعيبة شباب بيلعبهم مع المنتخب الاول اللعيبة دي بتلعب بطولة افريقيا دلوقتي يعني للأسف منتخب اتحاد الافريقي يعني مدرس الاجندة جيدا حتى بطولة افريقيا في نفس تقوية بطولة العالم او كأس العالم وده للأسف خل منتخب مصر حرم من لعيبة كويسة كانت ممكن تشارك بشكل كبير مع المنتخب الكبير ونقدر نبقى مركز افضل كل التوفيق لسلاح السيش ان شاء الله او السلاح امتلا انتحاد السلاح الشيش او غيره بحيث انه نقدر حق النتيجة كويسة جدا في باريس القادمة ان شاء الله شكرا